كلنا طبعا استمتعنا بمسالسة الاشغال شاء لكن السؤال اللي بيطرح نفسه انت استمتعت بانهي قصة او انهي خدامة من اللي ظهرت معهم طبعا الخدامات اللي هم كانوا بيجبوهم يساعدون في البيت ومواقف الكوميديا اللي كانت بتتولد عنها وهقول لكم افضل خمس قصص من وجهة نظري او افضل خمس فنانين ظهروا كديوف شرف من وجهة نظري وساعدوا في الكوميديا جدا. بالنسبة للمركز الاول هي امان السيد ومين ينسى طبعا الاردن محسن اللي دحك مصر كلها طبعا ومين ينسى مشاهد امان السيد وهي بتحاول تأكله طبعا الحمام وبتحاول تأكله الرز المعمر ومواقف الكوميديا هناك الكبيرة جدا بدل ما يعملوا ضايد طبعا تخنوا كلهم حتى بما فيهم الاردن محسن. وبالنسبة للمركز التاني بعد كده هي انتصار وطبعا حلقات بتاعتك جميلة جدا والحركة الشهيرة اللي مصر كلها ماشي تعملها وتعمل بعد كده اللي على مزاجها طبعا ما تريد حد يطلب من حد حاجة وتقول له عيني وفي الاخر تعمل اللي هي على مزاجها وتعمل عكس اللي هي اللي هو طلبه منها. كمان بعد كده المركز التالت الحلقات اللي ظهرت فيها الفنانة اللي كانت عاملة نفسها اللبنانية وسرقت بعد كده العفش وشوفنا ان جمالها كان فاتن وطبعا ومراحة مصلحة التب الشرعي بعد كده قلبت الدنيا هناك بسبب جمالها وكما زميل هشام ماجد لما جم البيت مخصوص عشانها وجم عشان خاطر يشوفوها وجم عشان خاطر جمالها وفي الاخر هي نصبت عليه مصرقة العفش برضو الحلقات دي كانت كوميدية وغيرت اسم جلالة على هشام ماجد كانت كوميدية وكانت عالية جدا للمشاهد ديت وكمان مصطفى غريب كان عامل حلقتين دولت بتوع الخدامة اللبنانية على اكمل وجه شوفنا بعد كده كمان حلقتين بتوع انعام سلوسة الفنانة القاديرة وكمية تضحك فيهم كبيرة جدا بسبب ان هي ما بتسمعش والميكروفون طبعا كان شغال طول الوقت احلى مشهد في كل احلى مشهد بالنسبة لي في كل الحلقات كان مشهد انعام سلوسة وهي في التابوت وشام ماجد بيحاول ينقذها قبل ما يدفنوها بالغلط وهي بيندع عليها وهي مستمعة وبعد كده بيستعمل الميكروفون عشان قاطر يلحقها المشهد ده كان سريغ ضحك المشهد ده بمسلسلات كوميدية كاملة اتعرضت في رمضان ما شفناش ما شفناش ربع المشهد ده فيها كمان بعد كده المركز الخامس او اخر حكاية معانا عجبتني عن رحمة احمد لما ظهرت وطبعا كلمة شهيرة بتاعتها انا عاملة عليك وفعل قولونا في التعليقات احلى حكاية عجبتكم ايه من الخمس حكايات اللي احنا قلناهم وقولونا كمان الترتيب بتاعكم ايه واللي متابعش المسلسل يتابع الحكايات دي ويتأكد فعلا ان هي فيها ضحك ويقول لنا كمان رأيو فيها ايه تنسوش تشتركوا في الصفحة وتعملونا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته